معنا في الستوديو الرئيسة التنفيذية لمؤسسة معهد بيروت راغدة درغام أهلا بك معنا في الستوديو تسمح لي بس حتى أركز أن التسمية الرسمية هي بيروت انستوتيوت فللأسف ما فيش كلمة معهد هي مؤسسة بيروت انستوتيوت لأنه حاولنا أن نكون نحتاج لتسمية من أجل أن تكون هوية هذه المؤسسة عالمية وليس فقط محلية مع أنها مؤسسة فكرية للمنطقة العربية ولكن ببعض دولي دعينا نركز على أبرز عنوين القمة هذه السنة أبرز العنوين هي طبعا التحديات الحالية مثلا إن كانت من تحديات الأمن البحري إلى تحديات مثلا ماذا نفعل بالدول التي خاضت صراعات وعانت شعوبها لعدة سنوات ماذا نفعل كيف نعتني بالبنية التحتية البشرية وليس فقط البنية التحتية بمعنى الطرقات وإلى آخره فإذن نحن نتحدث عن تحديات أو فرص أيضا وليس فقط التحديات للقرن المقبل لذلك أن القمة تعقد تحت عنوان عقد العشرينيات ماذا نتوقع كيف نستعد إذن المحاور ليست فقط جيوسياسية بالتأكيد سنركز على العلاقة مثلا الأمريكية وروسية وانعكاساتها على المنطقة العربية سنركز على كيفية تأثير القرار الأمريكي الذي اتخذ في عهد دونالد ترامب على هذه المنطقة بالتأكيد كل الذين يأتون إلينا في قمة بيروت في أبوظبي في نسختها الثالثة يأتون ليتحدثوا عن علاقة هذه المنطقة بقية العالم ولكن كما قلت لا نحصر المداولات في المواضيع الجيوسياسية من النقاط أنا قرأت بعض المواضيع في التحذير لهذه السنة شكرا المتمر يعني الاندماج المنطقة العربية في المستقبل العالمي كيف تسعونا إلى ذلك؟ في الواقع هذا كان عنوان من الأمور التي بحثناها في النسخة الثانية وماذا فعلنا بذلك قدمنا توصيات خراجت مثلا الشريك المعرفي لقمة بيروت هذه السنة هو PwC السنة الماضية كانت ايتي كارني ولكن الشريك الجديد ونحن فخرون بهذه الشراكة مع الثنين قاموا برصد ماذا حدث في القمة في الجلسات المغلقة وأيضا في الجلسات العلنية والخلاصة استخلصت الخلاصة وتم تقديمها في توصيات هذه التوصيات رفعت للصناع القرار نحن لا نغير مسير نصنع القرار كيف يتم التعامل مع هذه التوصيات من قبل صناع القرار؟ يعني أنت ستحاول أن تضعني وكأنني أنا شرطي أراقب ماذا يفعل صناع القرار؟ أنا أسأل كيف بسنوات السابقة؟ مهمة المؤسسة أي مؤسسة فكرية كما تعرف يا زميلي ليست هي مراقبة وتنفيذ ماذا يفعل صناع القرار إنها مؤسسة فكرية تقدم توصيات لمساعدة صناع القرار على اتخاذ القرار الصحيح يعني نحن عندما نقدم هذه التوصيات نأمل أن يضطر صاحب القرار أن لا يستعين فقط بمستشاره السياسي مثلا أن يأخذ بماذا تقول هذه النخبة التي هي معنية بالمستقبل للمنطقة العربية إذن نتوجه إليهم بتوصيات أما كيف سينفذونها هذا من مهات شأنف آخر أشكرك جزيلا شكر مرة أخرى فقط لأتذكير بالاسم الذي تم اعتماده مرة أخرى هي قمة بيروت إنستيوت في أبوظبي بنسختها الثالثة ونحن مؤسسة بيروت إنستيوت مؤسسة فكرية للمنطقة العربية ولذلك كنت أريد أن أكمل جملتي لأني أريد أن أشيد بالشباب الذين هم يأتون إلينا في هذه القمة ليتحدثوا عن الابتكار ليتحدثوا عن ما يفعل ماذا سيفعلون في المستقبل وليس فقط في المواطن الرئيس التنفيذية لهذه المؤسسة راغضة درغام شكرا جزيلا لوجودك شكرا